إلى الشأن السياسي حيث نفى قيازيون في تقدم وضع رئيس الحزب محمد الحلبوسي شروطا صعبة ومعقدة أمام الإطار التنسيقي هل قيادي بيان أن الحلبوسي ما زال متمسك بأغلبية تقدم النيابية ولا يتنازل عن استحقاق الحزب السياسي والانتخابي بمنصب رئاسة البرلمان لا فتانا إلى أنه في حال وضع الحلبوسي شروطا فالمعارضة السنية تساس بقشعية وأشار إلى أن الانقسام داخل الإطار التنسيقي أدى إلى عرقلة أي حلول لأزمة رئاسة البرلمان متهما بعض الأطراف الإطارية بتغذية الصراع السنية السني خلال الفترة الماضية وأضاف أن الحل الوحيد لعقد جرسة انتخاب رئيس جديد وتعدل النظام الداخلي للبرلمان وسماح لتقدم بتقديم مرشحين آخرين